السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونو داكوستا في الدياة 43 هدف نانت عن طريق مصطفى محمد في الدياة 55 كلير مونت فاز على هنجي اتنين واحد استرازبرغ فاز على اجاكسيو 3 واحد بريست فاز على نيس واحد صفر موناكو فاز على لوريان 3 واحد عندنا مارسيليا فاز على تروة 3 واحد احرز هداف مارسيليا فيتور كارفاله في الدياة 3 ناجين غيز اندير في الديا 40 فيتور كارفاله في الديا 64 هدف تروة عن طريق ماما بلدي في الديا 91 متبعين الكرام خلنا نتعرف على ترتيب فرق كده انتهت الجولة 31 خلنا نتعرف عن مباريات السابقة بدأت الجولة يوم الجمعة 14 اربعة عالفين 23 وعشرين تولوس خسرت من ليون واحد اثنين وامس السابت 15 اربعة عالفين 23 وعشرين هرين فازت على استادريمس 3 صفر وبرستان جرمان فازت على الانس تلاتة واحد خلنا نتعرف على ترتيب فرق دور الفرنسي وترتيب الهدفين متصدر الدور الفرنسي باريسين جرمان المركز الاول يلا كنا هنا مرة على مسر مارسين وسبعين نقطة مرسل للمركز الثالث 63. مناقل مركز الرابعة 61. لي للمركز الخامس 55. رين المركز السادس 53. ليون المركز السابع 50. ساد ريمس المركز السامن 47. نيس المركز التاسع 45. لوريان المركز العاشر 45. كلير مونت المركز 11 43. نكتة تلوز المركز 12 38. نكتة مومبيل المركز 13 37. اكسير المركز 14 32. نانت المركز 15 31. نكتة بريست المركز 16 31. نكتة تلوز المركز 17 29. نكتة تلوز المركز 18 21 نكتة اكسير المركز 19 21 نكتة انجيل المركز 20 والاخير 14 نكتة بالنسبة لترتيب الهدفين المركز الاول جينوسان ديفيد لعب ليل سجل 20 هدف المركز الاول المقرر كلان بي لعب ريستين جيرمان 20 هدف ايضا المركز الثاني الاكسندر لكازيت لعب ليون سجل 19 هدف المركز الثالث في اللارين بلغون لعب سجل 18 هدف والمركز الربع وسان بنيدر لعب موناكو 17 هدف والمركز الخامس تريم موفي لعب نيس سجل 16 هدف والمركز السادس حباب ديالو لعب سجل 15 هدف وليونيل ميسي لاعب بريستين جيرماني وليسو بنده لعب لانس وبالنسبة بقى لصنوع الاهداف ميسي متصدر صناعة الاهداف في اللاعب بريست صنع 14 هدف في مركز سنيني مارت السير في اللاعب بريستين جيرمان صنع 11 هدف والمركز الثالث كايو هنراك لعب موناكو صنع 9 هدف والمركز الرابع براكو برانكو دا فان دومبان لعب تولوس صنع تفهمينية هدف وفلورنس وتوكا لعب لانس وكلوس لعب مرسلية اشترك في القناة على زر الجرس اشترك في القناة على الفيديو كان معكم محمد نوردين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته